السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل متابعين الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا إذن إخواني أخواتي في هذا الفيديو سنرى قربلة بفرنسا قربلة بفرنسا بسبب سياسة ماكرون الفاشلة حتى أن البرلمان الفرنسي يستعد الآن لتمرير قانون حجب الثقة عن إيرمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي كذلك هدين شوفوا سعار الجزائر والرعب المغربية تمكن منهم وسكن قولوبهم لدرجة أنه شنغريحة أعطى أوامر لإحراق الوثائق التاريخية والتي تتبت مغربية الصحراء الشرقية فبقوا معي الإخوان موضوع مهم جدا كنتمنى منكم أنكم تبرتجوا هذا الفيديو على نتاقين وسيع باش حقق لنا نتائج إيجابية كذلك ما تنسوش أنكم تدعمونا بالضغط على الزر إعجاب كذلك الاشتراك فعلى بركة الله نبدأ وقصول بالموضوع وغدينفتتحوا موضوعنا بالسيد ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية بعد إقالة وزير خارجية الجزائر مطلع مامرة أربع وزراء خارجية الجزائر تم إقالتهم في عهد ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب في عهد السيد ناصر بوريطة استطاع أن يهزم أربع وزراء خارجية الجزائر باش يوزنوا أو يوصلوا للمعيار دي السيد ناصر بوريطة خسهم خمسات ديال وزراء الخارجية ومازال غنشوفوا المزيد نفس المصير ديال العمامرة ديال بقدوس ديال باللاني ديال مساهل نفس المصير باش يوصلوا للسيد ناصر بوريطة خسهم خمسة ديال وزراء ديال خارجية لأنهم بكل بساطة وصلوا الوزير الخامس والسيد ناصر بوريطة مازال في منصبه باش يعرفوا الكراغلاء الميزان في نوصل الكفة ديالهم في نوصلات وزراء كاملين ما وصلوش رتبة أو مرتبة ديال سيد ناصر بوريطة بقدوس مراهم ساهل مراهل عمامرة والعمامرة بالإشارة أنه تمت إيقالته جوج مرات باللاني وها هو الخامس ومازال غادي وصلوا حتى الرشرة غادي ينتصر عليهم السيد ناصر بوريطة هنا كتبان للحكمة ديال الدبلوماسية المغربية الشجاعة ديال الدبلوماسية المغربية الرزينة وكيبان كذلك الكالخ ديال النظام العسكري الجزائري الكابرانة فعلا الرعب المغربي تمكن منهم سكن في قلوبهم لدرجة أنه شنقرحة أعطى أوامر دياله لإحراق الوتائق التاريخية واللي كتبت مغربية الصحراء الشرقية وتحديدا في عين صالح في الصحراء الشرقية واللي فيها تم حرقه يعني اللي كان في المكتابة تم حرقه من أجل طمس هوية الأقاليم واللي كتحتوي على كتب ومخطوطات تاريخية واللي عندها علاقة بمغربية المنطقة وتاريخها وهذا الخطوة كتطبر خطوة حمقاء خطوة أهبيلة من طرف النظام العسكري الجزائري الأحمق واللي أبان عن ضعفه وهشاشة الموقف ديالهم وكذلك الرعب اللي ولا كيمتلك قلوبهم خوفا من يوم لا ريبة فيه هاد الحركة الحمقاء كدل على أن شنقرحة متأكد أن الصحراء الشرقية بمدنها بسكانها برمالها ليست بجزائرية الشيء اللي خله شنقرحة يخرج ويقول لك باللي الشعب الجزائري راه ملتحم مع الجيش وقوته الأمنية وعزم على قطع أي يد تمتد إلى شبر واحد من أراضيه الطاهرة وللمرة أخرى شنقرحة ولو لم يشك في عدم التحام الشعب مع الجيش العسكري ما كانش غدي أكد عليه في كل خرجاته يعني في كل خرجاته أو خطاباته كيتكلم على التحام الشعب بالجيش واللي كيتبتها شاشة هاد النظام هو أن غلاف ديال مجلة واحدة نشر الرعب في دولة واللي كيقول عليها القوة الضاربة لدرجة أنها حركات رئيس أركان الجيش الجزائري نقرحة ولكن اللي زاد من رعب شنقرحة أنه اكتشف واحد صفقة ضخمة قادمة للمملكة المغربية الشريفة هالشي اللي خله يخرج في هاد الخطاب ويبدأ يتكلم بشكل متعصب فالعربي زيتوت واحد من المعارضين الجزائريين وفقه حسب قوله مصادر داخل الجيش الجزائري قال باللي شنقرحة رئيس أركان الجيش الجزائري سبوش تم المغاربة والمغرب ولكن وكلت الأنباء الجزائرية الرسمية حدفت لكثير من اللقاطات ديال هاد الخطاب تنقرحة ولكن الحقيقة هو أن هاد العجوز رجع كيحسب واحد العزلة خانقة وكيشوف تفوق ديال نضرائه في المملكة المغربية الشريفة باللي هما عقدوا تحالفات مهمة رجعت بالنفع على القوات المسلحة الملكية ودخلاتها من الباب الواسع للتصنيع الدفاعي ففرنسا اليوم لن تنفعكم فرنسا اليوم قربة لنيضة فيها كما كتشوفوا هاد المشاهد لتصورات ليلة البارح من الشوارع ديال فرنسا واللي تحولت فرنسا كما تشاهدون كأنها حرب أهلية مشاهد عنف مشاهد ديال الفوضى مشاهد ديال الشغب بسبب قيام إيمانويل مكخون المراهق الفرنسي بتمرير قانون تقعد بدون الرجوع إلى البرلمان الفرنسي وهذا أو هاد الأوضاع فهي خطيرة جدا الأوضاع في فرنسا ليست فقط تشتعل في الشوارع كما كتشوفوا بل البرلمان الفرنسي اليوم كيستعد لتمرير قانون حجب الثقة عن إيمانويل مكخون حجب الثقة عن إيمانويل مكخون هي الإطاحة بإيمانويل مكخون عن حكومته لأن إيمانويل مكخون قام بتمرير هاد القانون ديال تقعد الذي يتر الجدل بفرنسا بدون الرجوع للبرلمان الفرنسي فالشوارع كما كتشوفوا مرونة تحولت إلى ساحة ديال حرب تحولت إلى ساحة ديال حرق السيارات واشتباكات إذن ها هي اليوم فرنسا اللي كانت قبل أيام أو قبل أسابيع أو قبل أشهر تقود حملة مغرضة حملة قديرة ضد المملكة المغربية الشريفة وها هي اليوم الإخوان كما كتشوفوا دولة فرنسا دولة فرنسا هي والحكومة ديالها أو حكومة مكخون اللي كانت بغيت تبتز المملكة المغربية في وحدتها الترابية وفي مجموعة من الملفات وها اليوم كنشوفوا إيطاحة إيمانويل مكخون أو الاستعداد للإيطاحة بهذا إيمانويل مكخون فإخواني أخواتي هذا هو مصير كل من يعادي المملكة المغربية وكما كيقول المثال المغربي اللي عادنا يتعدى وحنا رحنا يا شرفة اسميتنا المملكة المغربية الشريفة فإخواني أخواتي تحية لكم كبيرة وصلنا النهاية لهاد الفيديو كنتمنى منكم أنكم تدعموا هاد القناة بالضغط على زر إعجاب كذلك التعليق فهي مهمة جدا ولو يعني غير قليب أو غريضة أو تعليق بسيط ولكن كيدعم القناة تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة جمعة مباركة الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته